التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عرب رئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بما نجحت فيه الوساطة المصرية القطرية الأمريكية بالوصول إلى اتفاق على تنفيذ هنة إنسانية في قطاع غزة وتأبادل للمحتجزين لدى الطرفين وأكد الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة برعاية مصرية قطرية أعلنت كل من حركة حماس وإسرائيل التواصل لاتفاق هدنة لمدة أربعة أيام وقالت حركة حماس في بيان لها أنه بمجاب الاتفاق سيتم الإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر وأضافت الحركة أنه بمجاب الاتفاق ستلتزم إسرائيل بعدم مهاجمات أو اعتقال أي شخص في جميع أنحاء غزة خلال فترة الهدنة من جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس على مراحل وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته أن الاتفاق في شأن المحتجزين هو القرار الصحيح وأن المؤسسة الأمنية برمتها تدعم الاتفاق بالكامل مشيرا إلى أن الاتفاق المرتقب سيصمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال بقطاع غزة من جانبه وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد الثاني على قيادتهم الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هذا الاتفاق وفي بيان للبيت الأبيض أكد بايدن أن الاتفاق سيعيد المزيد من المحتجزين الأمريكيين إلى الوطن وأنه لن يتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا استشدى 15 شخصا على الأقل غالبيتهم نساء وأطفال وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها منزلا بخان يونس جنوب قطاع غزة في مخيم جباليا شمال القطاع استشدى خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من تواقم الإنقاذ في غارة إسرائيلية يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وكتائب المقاومة على عدة محاور بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاشتباكات العنيفة أسفرت عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين عزز الجيش الأردني تشاره على طول الحدود مع إسرائيل وحذر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصونة من أن أي محاولة من جانب إسرائيل لدفع الفلسطينيين بالقوة عبر نهر الأردن سيمثل انتهاكا لمعاهدة السلام مع جارتها وقال الرئيس الوزراء الأردني أن أي نزوح أو خلق ظروف تؤدي إليه سيعتبرها الأردن إعلانا بمالحرب وبمثابة خرق جواري لمعاهدة السلام بين البلدين أهرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس من غزة جاء ذلك خلال كلمة لبوتين في قمة استثنائية عبر الفيديو لمجموعة بريكس التي عقدت بمبادرة من جنوب إفريقيا وقال بوتين أن الوضع في غزة بما فيه من خسائر في الأرواح ومعاناة للأطفال يثير قلقا عميقا انتهى مجزو التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل